اشتركوا في القناة اختصر بالحلقات لانه اول شي تعبان ومرهق كثير مع الادوية اللي انا باخدها وفي نفس اللحظة بحاول قدر الامكان ان اعطوك الشي المتوقع من الابراج يعني لغينا مؤقتا موضوع سؤال وجواب لحد ما تتحسن صحتي شوي وبعدين ان شاء الله منهتم في هاي الامور ومنرجع لها من اول وجديد طبعا اليوم توقعاتنا لا يوم الجمعة 16 تموز 16 سبعة القمر انتقل واستقر الان في برج الميزان هو في منزلة الغفر وهي للكنوز والضفر والمنعة والتفريق والمشاكل والنفي رح يمكت فيها حتى تمام الساعة وحدة واربع دقائق بعد الظهر من ظهر يوم الجمعة لينتقل بعدها لمنزلة الزباني وهي للفساد والقطع والمشاكل طبعا القمر بما انه موجود في الميزان فاحنا منكتسب شوي من صفات برج الميزان في هاي الفترة جميع الابرج في هاي الفترة هاي الفترة افضل عاطفيا لتعزيز اوصار علاقة عاطفية مع الحبيب او تحسين علاقة زوجية لها بعض التوتر يعني للمصالحات منكون اجتماعيين اكثر ومنميل الاسترخاء بيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغيرة دور في علاقة لم تستقر بعد في هاي الفترة مننجح في اعمالنا الفنية بوسعنا القيام بمشروع مشترك يمكننا ايضا اقامة حفلة او تزين البيت او المكتب او اقتناء حاجية جميلة طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية اليوم عنا زاويتين الزاوية الاولى هي زاوية تربيع سلبية راح تكون بين القمر وبين عطارد وهي راح تكون الساعة 2.9 دقائق صباحا بتوقيت جرينيج بعض الاشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجية طبع اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تثليث ايجابية بين القمر وبين زحل وهاي راح تكون الساعة 10 و 32 دقيقة صباحا بنصبح اكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية طبعا القمر بما انه موجود في برج الميزان اخلو المسار القادم راح يكون يوم 17 شهر بيبدأ في تمام الساعة 11 و 3 دقائق صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة 6 و 37 دقيقة مساء لا ينتقل القمر بعدها لبرج العقرب اما بالنسبة لعمر القمر القمر طبعا الهلال هو بيتجه بحجمه للمربع يعني انحسار المربع الاول ولكن ما زال هو نعتبره احنا مرحلة الهلال سبع ايام في تمام الساعة 7 و 43 دقيقة صباحا بيصبح ثمان ايام نسبة الاضاءة بتصير 38 اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم 22 سبعة سعيدة بنسبة 45% القمر في الميزان حتى يوم 17 سبعة سعيد بنسبة 15% عطارد في السرطان حتى يوم 28 سبعة سعيد بنسبة 45% الزهرة في الاسد حتى يوم 22 سبعة منتحسي بنسبة 50% المريخ في الاسد حتى يوم 29 سبعة منتحس بنسبة 40% المشتري في الحوت بيتراجع حتى يوم 28 سبعة منتحس بنسبة 15% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 11 عشر منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثورة حتى يوم 20 ثمانية سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 1-12 منتحس بنسبة 15% وبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بما أن القمر مقابلك تماما في برج الميزان فهذا بعزز الأمور اللي إلها علاقة بالشراكة المالية والعاطفية ولكن في مكانه ما بشير لنوع من أنواع التفاهم أو الود عندك فعشان هيك ممكن تتعقد بعض الأمور وتطرأ بعض البلبلة ممكن يتعالج بعض الالتباسات وسوء التفاهم خلال هذا اليوم حاول أنك تعالج الأمور بموضوعية حاذر من القطيعة والدعاوة القانونية لأنه خصمك بالفترة هاي بكون قوي والعرقيل ممكن أنها تستفزك أهم شيء التركيز على أمرين الأمر الأول للكواكب اللي موجودة بالسرطان وهي اللي بتركز على الأمور اللي إلها علاقة بالأمور البيتية والعائلية وبتعمل يعني بعض الأخبار الجيدة أو الاهتمامات في هاي المسائل والكواكب اللي موجودة في برج الأسد اللي هو البيت الخامس لإلك اللي بيضغطك وبيخليك شوي عصبي أو حاد بطباعك أثناء تعاملك مع الأحبة وسهل جدا استفزازك أو سهل جدا أنه يعني يصير فيه نوع من أنواع الخلافات معك مع الأحبة برج الثور بيتراكم العمل اللي عندكم وممكن اليوم يعني شوي تجدوا نوع من أنواع التعامل مع الزملاء خصوص زملاء العمل مارسوا نشاط بدني للمحافظة على لايقدكم بالفترة هاي ابتتزامن عندكم الواجبات لأنه ممكن يتوكل لك أكثر من عمل أو يكون عندك أكثر من مخطط اليوم لإنجاز بعض الأعمال فرح تشعر ببعض الصعوبة أو ممكن تتعصب وممكن تضطر للعمل وقت إضافي أهم شيء أنك تحاذر المشاكل الصحية طبعا الكواكب اللي موجودة في السرطان بتحفز قدرتك على التواصل والاتصالات والحوارات وعند قدرة كاملة على الإقناع وتوصيل الرسائل بشكل جيد ولكن الكواكب اللي موجودة في برج الأسد اللي هو بيتك الرابع بيضغطك وبيخليك عصب المزاج أو حاد أو فيه خلافات منزلية أو عائلية أو إشي بلفت انتباهك إلى علاقة بالمنزل والعائلة فحاول قدر الإمكان ضبط عصابك وحاول أنك ما تصعد الأمور وما تضخمها وحل المشاكل بهدوء وروية بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وبتفيدك الاتصالات واللقاءات ولكن بدك تلطف الأجواء حاول أنك ترجع العلاقات لطبيعتها بالفترة هاي طبعا هاي فترة حظ قوية بالنسبة لإلك فحاول أنك تستغلها ممكن اليوم تنال أي شيء أنت بترغبه وتنتصر على كل الاعتبارات وممكن تحل مسائل عالقة أو كانت مستحيلة فهاي الفترة احنا منعتبرها من الفترات الإيجابية المميزة خلال دورة القمر وطبعا بوجود الشمس ووجود الكواكب اللي موجودة بالسرطان هاي بتشجعك وبتعطيك طاقة كبيرة وسرعة بديها عالية جدا لحل مسائل إلها علاقة بالأمور المالية وممكن تحصل بعض المكاسب المالية بالفترة هاي بشكل جيد ولكن بدك تنتبه أنه برضو عندك أنت البيت الثامن لإلك اللي هو برج الجدي بلوتو بشكل بعض الزوايا ممكن يضغط على مسائل إلها علاقة بالأموال المشتركة أو أمور إلها علاقة بالبنوك بالضرائب يعني أي مال في شريك في الوسط ممكن يسبب لك بعض الخلافات طبعا برضو تواجد الكواكب اللي موجودة بالأسد إشوي هو بيت حليف لإلك ولكن بيخلي عندك حدية بالطباع حد اللسان ممكن تكون لاذع في بعض الكلمات حاول أنك ما تنتقد ما توجه أي انتقاد لأي أحد وفي نفس اللحظة كون واضح بكلامك لأنه ممكن ينفهم بطريق الخطأ برج السرطان ابتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم بوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة أهم شيء تتجنبوا توبيخ الأحبة أو لومهم ممكن تقلق بشأن مسائل عائلية أو شخصية حاول أنك تواجه الأمر الواقع بمنطق وحاول إيجاد تسويات بتحمي حقوقك حاول أنك ما تفرض رأيك هذه فترة جيدة من نقدر نحكي لأمور إلها علاقة بالسفر أو التنقلات أو حتى الاستثمار أهم شيء لما تيجي تركز على الكواكب اللي موجودة عندك وخصوصا عطارد والشمس فالآن بلشت ترمي بضلالها على العشرية الأولى والثانية وجزء من العشرية الثالثة فهدول أكثر الناس اللي مستفيدين حاليا أكثر من موليد آخر سبع أيام من أو خمس أيام من موليد برج السرطان لأن الشمس لسه ما وصلتهم فبشعروا في نوع من أنواع الضغط طبعا اليوم عندك شخصية عالية جدا وقوة بالتعبير وإيصال المعلومات وكريزمة عالية جدا طبعا بالنسبة لأمور المالية ما زال فيه نوع من أنواع الضغط والمصاريف اللي بتيجي بشكل فجائي أو رغبة منك أنت لمشتريات مش ضرورية نوع من أنواع التهرب من الواقع بصرف الفلوس بدك تكون حذر من هاي النقطة وحاول أنك ما تصاعد الأمور إذا كان عندك امتحان أو كان عندك مقابلة طبعا بدك تركز بشكل جيد وخصوصا الطلاب اللي عندهم امتحانات جامعية برج الأسد بتنشطوا في أمور لها علاقة بالدراسة والسفر والاتصالات بوسعكم اجتياز امتحان أو تعزيز العلاقة مع الإخوة مع الجيران بتكثر عندكم النشاطات على حسب حق لاختصاصك يعني على حسب طبيعة عملك بتكون لك لقاءات عديدة وباستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك أهم إشي إنك ما تتردد بالتحرك يعني الكواكب اللي موجودة عندك بلشت تخف نحوستها شوي فعشان هيك هاي شوي بتدعمك بالنشاط بالحركة بسرعة البديهة قدرة توصيل المعلومة وفي نفس اللحظة الزهرة بلشت تقل الضغوطات عليها فهي بتمنحك بعض الحدود في بعض الأوقات حاول إنك تستغلها بشكل جيد ما زالت الكواكب طبعا اللي بتشكل زوايا مقابلك اللي هي بالجدي بالدلو بالحوت هاي تعتبر كلها مقابلة إلك فبتضغطك على مستوى الشراكب على المستوى الصحي بتضغطك على المستوى المالي بتجيب لك مصاريف بشكل مبالغ فيه فحاول إنك تحذر من هاي النقطة وبتخليك حساسة شوي برضو وجود الكواكب اللي موجودة في بيت متاعبك شوي غطت يعني مساحة كبيرة بإنها خلتك تهتم بالأمور الغيبية أو بالغيبيات تحديدا ولكن إنه بتأمن أو تعطيك الأمان شوي إنه ما في حد بتآمر عليك بالخفاء بالفترة هاي ولكن بدك تنتبه لصحتك لغذاءك لرحتك برج العذراء ثم فرصة لمكسب مالي بيكون على الأغلب من عمل إضافي منكم ممكن يحصل على هدية أو جائزة أهم شيء إنك ما تتهرب من تقديم المساعدة لقريب أو حبيب لا تبالغ بمصاريفك حاول إنك تكون معتدل وموضوعي في النقاش والمساومة ممكن تهتم لأمور مالية أو أمور استشفائية أو صحة أحد الأحبة أهم شيء إنك يتراقب صحتك بشكل جيد وبرضو تنتبه لأن الكواكب موجودة عندك يعني تعتبر بيت المتاعب الآن بلشت الشمس تقترب لبيت المتاعب فشوي بتحس إنه في نوع من أنواع الضغط بنال منك أو بتشعر إنه الأمور صارت تصير أصعب بأثناء تحركاتها لأنه هذا أنت مقبل على شهر رح يكون ضاغط شوي فمن الآن بلشت الضغوط شوي تحسوا فيها أو تلمسوها لهم موليد العذراء طبعا الكواكب اللي موجودة في البيت الخامس والسادس والسابع يعني بالجدي دلو حوت هاي شوي ضغطيتك على مستوى العاطفة العلاقات العاطفية القلق على الأحبة علاقتك ما بينك وبين الشريك اللي هو الزوج نوع من أنواع الوسواس أو القلق يعني بيشتغل فيك الغيرة حتى أمور إلها علاقة بالبيت الثامن اللي هي الأموال المشتركة يعني بتضغطك شوي بس مش بالحجم الكبير ولكن على مستوى بيت الشراكة المالي والعاطفي هي أكثر الضغوطات عليه فحاول قدر الإمكان ضبط أعصابك في كل الأمور اللي ذكرناها برج الميزان بتبدأ اليوم فترة أفضل من سابقتها بتعدلكم نشاطكم وثقتكم بأنفسكم وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم شعبيتكم في تصاعد ممكن تستعيد حماستك وتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك بتقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وممكن تنقلب بعض المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك أهم نقاط لازم تفكر فيها أول شيء اللي هي الكواكب اللي موجودة بيتك الرابع يعني بالجدي بالدلو بالحوت هذول الرابع الخامس السادس يعني هذول شوية بيخلن المشاكل على مستوى البيت أو خلافات أو سوء تفاهم مع أفراد العائلة أو انشغلات أعطال منزلية إشيء له علاقة بالأحبة قلق على أحد الأبناء أو ممكن تهتم بإشيء له علاقة بأحد الأبناء في هاي الفترة وبرضه بتركز على مخاوف إلها علاقة بالعمل طبعا بالمقابل لما نيجي نطلع الكواكب اللي موجودة في بيتك العاشر بيتك 11 ابتدعمك على مستوى المعارف أو الإشيء على مستوى العلاقات بمستوى العمل بتجيب لك عمل جديد ممكن تنجز بعض الأعمال المهمة ممكن تتعرف على شخصيات مهمة ولكن بدك تنتبه في بيت الأصدقاء من بعض الخلافات أو تنتبه لبعض الخلافات اللي ممكن تصير ما بينك وبين أحد الأصدقاء وممكن تتفاقم فعشان هيك ضبط العصاب أثناء تعاملك مع الأصدقاء مطلوب جدا بالفترة القادمة برج العقرب طبعا بما أنه القمر موجود في بيت المتاعب فشوي بتتراجع صحتكم هذا اليوم يبين تابكم شعور بالتعب والملل حاولوا أنك تخلدوا للراحة وحاولوا فقط إنجاز ما بوسعكم من عمل عاجل أهم شيء أنه ما توقعوا على عقد ما تبدروا بعمل جديد بالفترة هاي هاي فترة فارغة من الحظ صحيح ما فيها أشياء بتخوف لأنه القمر سعيد ولكن بتطلب الاحتياط حاولوا أنك تحلل الأمور بهدوء ابتعدوا عن الأضواء قدر الإمكان لا تقرر على شيء عشان ما يخيب تخيب آمالك وحاذر من البلبلة والالتباسات طبعا الآن لما نيجي نرجع للخارطة الفلكية وننظر للكواكب بنلاقي الكواكب موجودة بيتك الثالث والرابع والخامس يعني بلوتو زحل مشتري نيبتون هدولا في الثالث والرابع والخامس فبتتركز انه تركيزك مش قوي جدا بتلاقي انه في لحظات بتعصب بسهولة ممكن تنفعل تتوتر اي شيء ممكن انه يستفزك فضبط الاعصاب مطلوب احذر اثناء قيادتك للسيارة او تنقلاتك انتبه لاجهزتك الالكترونية من بعض الاعطال على مستوى البيت ممكن يكون في حدث معين او اهتمام بشكل كبير ما تهمله برضو هاي تعتبر يعني في لحظات بعض الضغوطات البيت الخامس الوسواس والقلق والشك والغيرة والامور العاطفية او الخلاف مع الحبيب بالفترة هاي برضو بتطلب منك انك تكون حذر جدا طبعا بالنسبة للكواكب اللي موجودة الان عطارد والشمس موجودة بالسرطان بتحفز بعض الاشخاص اللي عندهم اقامة او عندهم او راق سفر او معاملات انها تنشط عندهم بشكل كبير بالفترة هاي وفي نفس اللحظة الامور اللي لها علاقة في البيت العاشر يعني هاي كواكب ضغطة بتولك انه حاول انك ما تجازف وما تغامر ما تشوه سمعتك حاول انك ما تخالف القوانين وما تدخل بأي صراعات او صدامات ما بينك وبين رؤساك بالعمل برج القوس بتنشطوا اجتماعيا وبتسعدوا من لقاء الاصدقاء هذا اليوم ورح يعني يفاجئكوا بعض الاصدقاء بتعاونهم معكم منكم ممكن يطلق دعوة لحضور حفل او مناسبة سعيدة بقدروا لملاقات الاخرين في منتصف الطريق يعني خلي في نوع من انواع التواصل ما بينك وبينهم حاول انك انت تسعى بهذا الاتجاه مش تنتظر الاصدقاء او المعارف هم اللي يجوك يعني اذا كان مصلحتك عندهم بيطمئن بالك لانه ممكن اليوم تجد حليف بيدعم تصوراتك اهم شي انك ما تستسلم كرر المحاولة اكثر من مرة طبعا الامور المالية من بلوتو شوي ممكن تجد بعض الصعوبات او مطالبات مالية او ضغط مالي عليك او مسائل مالية بتطلب منك بعض الحلول الكواكب اللي موجودة في البيت الثاني والثالث والرابع يعني على مستوى التواصل حديت الطباع برضو موجودة على مستوى البيت ممكن تجيب لك بعض الخلافات العائلية او الامور اللي تهتم فيها او وسواس قلق على احد افراد العائلة هذا الاشي يخليك شوي يعني تكون مرتبك بالفترة هاي وتطلب منك امور بدها تركيز بالنسبة للبيت الثامن الاجواء جيدة بوجود الشمس ووجود عطارد فهذول اللي بيساعدوك بامور الها علاقة بالقروض او التسويات او التعامل مع البنوك اوراق مشتركة اموال مشتركة بتدعمك بشكل كبير ولكن على مستوى امور الها علاقة بالاجانب او بالاتصالات بالسفر بالامتحانات الجامعية بالقضايا القضائية بنقول لك احذر تدير بالك يعني بدك تستعد بشكل جيد ترتب اوراقك معاملاتك برضو اذا كان عندك سفر حاول انك ما تندفع كثير اتفقد كل مقتنياتك واوراقك وحجزاتك وما تعتمد على الحضوض برج الجدي طبعا هذا اليوم يوم جيد للاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل او بيرغبوا في ادخال تغيير على طبيعة عملهم ممكن اليوم ينتبهوا لكل مسؤولين اكثر ويقدروا جهودكم باستطاعتك اليوم او انه تخلي الاضواء تسلط عليك بشكل واضح او تلفث النظر بتخضع لعدة تجارب مهمة اهم اش انك ما تضعف وما تجازف لا بسمعتك ولا بواجباتك ولا بعملك فعشان هيك وما تخلفش القوانين يعني على احسن ما يمكن لازم تقدم مواجباتك بشكل جيد او اعمالك حاول انك تقدم افضل المستطاع الفترة هاي فيها بعض القلق بعض التوتر هذا اشي اكيد وهذا الاشي شعرين في موليد الجدي وخصوصا انه اول شي يعني الكواكب اللي موجودة مقابلك تماما زي الشمس عطارد ماشي بتعزز العلاقة ما بينك وبين الشريك وممكن تخلي فيه نوع من انواع الدعم ما بينك وبين شريك المال شريك العاطفي بعضكم ممكن يرتبط او يكون له بعض الاستثناءات او المصالحات ما بين وبين شريك بالعمل شريك المال الزوج الزوجة ولكن الاهم من هاي النقاط كلها انه لما نيجي نشوف البيت الثامن اللي هو بيت الاموال المشترك اللي شوي بيضغط عليك وبيسبب لك نوع من انواع القلق او المسائلات او المصاريف لزيادة وبرضو صحة احد الاحبة عند البعض ممكن يكون فيها بعض الشيء الملفت للنظر يخلي قلق شوي الكواكب اللي موجودة حواليك برضو اللي بيتك الاول بلوتو يعني بيضغطك بشكل انه بيخليك عصبي متمرد في كثير من الاوقات ما بتسمع الكلام اللي فراسك بدك تعمله البيت الثاني بيأثر عليك على المستوى المالي بيجيب مصاريف ودفع واستنزاف مالي او عركس ببعض الامور المالية مش ماشية مثل ما بدك الحوت يعتبر باب الحركة والنشاط بتلاقي انه اي شيء بتحكي ممكن انه ينفهم بشكل غلط او تهاجم عليه بيسوي لك سوء تفاهم كبير بين بعض الاشخاص اللي عنده طبعا امتحان او عنده دراسة بالفترة هاي بده يركز بشكل جيد بدون ما يعتمد على الحضود مفاجآت على المستوى العاطفي مفاجآت من الابناء مفاجآت من الاحبة يعني هذه كلها مر بك بشكل كبير للك فانت بتمر في فترة هي صعبة لانه تقريبا الشمس هي اساس الموضوع لانها مقابلك تماما فهي ضغطة على عصابك وضغطة طاقتك بشكل كبير قر جد له طبعا بتنشطو في امور العلاقة بالسفر والاتصالات البعيدة وهي فترة مناسبة لاجراء مقابلة او اجتياز امتحان ممكن تبدأ عمل او دراسة جديدة ممكن تناقش بقوة وذكاء وتجر على رفض اي شيء ما بيناسبك اهم الشيء انك ما تخشى شيء حاول انك تثق بنفسك اكثر هاي فترة مناسبة لخوض تجربة جديدة او موضوع له علاقة بالسفر او علاقة باجانب او اشخاص خارج البلد طبعا هنا بدنا ننوه لشغلة انه اول اشي بلوتو بيخلي بعض الاشخاص يعني يحسبوا حساب للماضي او يحسبوا حساب لشياء قديمة او علاقات قديمة او ذكريات او مواضيع مثل هيك يعني يهتموا فيها اكثر او تأثر عليهم او على مسلكهم او حتى على عملهم هذا واحد اثنين الكواكب اللي موجودة عندك هاي شوي ضغطة على نفسيتك تتسبب لك نوع من انواع الارهاق التوتر انك بتحاول انك بدك تنجز كثير من الاشياء ولكن حاسس انه في عقبات لسه الامور مش واصلة وبرضه في اشخاص حواليك بتعاملوا معك يعني كأنهم مش فاهمينك البيت الثالث البيت الثاني للك على المستوى المالي برضو المصاريف موجودة مطلوب منك دفع مطلوب منك التزامات بحاجة للتركيز على الامور المالية بشكل وافي على اساس انه تتجاوز كثير من هاي المشاكل وترتبها بشكل جيد على مستوى البيت الرابع الخلافات على مستوى العائلة او علاقاتك في بيتك او اعطال او حتى مشاكل عائلية هاي شوي بتخلي في سوء بتفاهم او رغبة منك لانجاز كثير من الاعمال حاول انك تنجزها بهدوء وتروي اما بالنسبة للشمس وعطارد اللي موجودة في البيت السادس فهي بتضغط شوي على الصحة ولكن بالمقابل بتجيب فرص جيدة لها علاقة بالعمل لها علاقة بحل بعض المشاكل بالعمل علاقتك مع زملائك بالعمل مساعدات لانه اثنين سعيدات في مكانهم بيدعموك بجبولك فرص حتى بعض الاشخاص ممكن يحصل على عمل جديد بالفترة هاي اما بالنسبة للكواكب اللي موجودة مقابلك في بيت الشراكة الشراكة المالية والعاطفية فهي بتخلي في خلافات ما بينك وبين الشركاء شركاء المال والعاطفة مع الزوج مع الزوج سوء تفاهم مش قادر تتواصل انت وياهم او ما في تفاهم كامل ما بينه اكو بينه ممكن تخليك شوي تبعد او تاخد جنب او تصاعد خلافات بشكل كبير انا ما بنصح بالخلافات بالفترة هاي يعني بحاول قدر الامكان انك تحلها بتروي بدون عصبية وبدون حدية برج الحوت بتعيدوا تنظيم اموركم المالية المشتركة والفرصة بتكون متاحة لمكسب مصدر وشراكة او تعويض اهم اشي انه ما تهملوا صحتكم بتصبح الاجواء اكثر ايجابية وتجاوب معكم اذا كنت جاهز واذا استغلت الفرص بشكل قوي ممكن تلاقي اعمالك الفترة هاي صدى طيب اهم اشي انك ما تتكاسل بل سار على العمل دون مماطلة ودون اعذر طبعا الكواكب اللي موجودة الان في البيت الخامس بلشت ترمي بظلالها على موليد برج الحوت لانه شوي الكواكب بما كانها سعيد فهاي على المستوى العاطفي على مستوى الحضوض على مستوى الارتباط على مستوى علاقات عاطفية جديدة وعلاقتكم في الابناء كلها هاي بعطي نوع من انواع الاطمئنان او بلشت الامور يعني تريح شوي او تستقر يعني اذا كان في مشاكل قديمة عند بعضكم لان بشعرهم انوابلش في بوادر امل لحلها بالنسبة للكواكب اللي موجود في البيت السادس وهي لأساسا تضرب على عصب الصحة على عصب العمل فعشان هيك يا اما صحتك تعباني يا اما انت بحاجة لمراجعات طبية او الاهتمام بصحتك يا اما الامر له علاقة بالعمل ومشاكل بالعمل يعني اشخاص بتنقسم هيك واشخاص بتنقسم هيك مشاكل بالعمل مع زملاء اكون بالعمل مش عارف تحل امور العمل او متراكم العمل اللي عندك بتطلب منك نوع من انواع الاهتمام الان بدنا نرجع احنا للكواكب اللي موجودة الثانية هاي اللي مؤثرة بشكل كبير وخصوصا الموجودة بالدلو بتتراجع موجودة بالجدي بتتراجع وهدولة يعني مكانين حسسات بيت العلاقات والمعارف وهي بتصدمك بالناس اللي انت بتتعامل معهم لانه بتكشفهم على حقيقتهم وانت بتنصدم من طبيعة هاي الاشخاص وكيف تفكيرهم او كيف خذلوك بالفترة هاي وفي نفس اللحظة بيت المتاعب اللي شوي دائما بيجيب لك مفاجآت دائما بطلع لك اشياء غير متوقعة دائما بيأثر عليك هاي الضغوطات كلها مأزمتك او بدخلك بوضع صحي ساء صعب جدا في منكو الوضع الصحي تاعه ممتاز ولكن صحة احد الاحبة هي اللي مأرقيته يعني احد المقربين لا الو الان في البيت الثالث اللي هو اورنوس اللي بيجيب مفاجآت يا تنقلات يعني بتيجي بشكل مفاجئ يا اما سفريات بشكل مفاجئ يا اما بتيجيب لك اخبار بشكل مفاجئ والاخبار هاي بتكون صعبة او انت مش قادر تستوعبها يعني بتيجيك صادمة بشكل كبير في منكو اللي عنده امتحانات او عنده دراسة بالفترة هاي لازم يدرس ويستعد بشكل جيد ما يغامر في هاي الامور يعني ما يغامر باموره الدراسة وبرضه يحاول يخلي كلامه واضح تماما يحاول يبعد عن المشاكل سوء التفاهم النقاشات الحادة اصبروا فترة هيك بس عمين ما تخفي الكواكب حركتها بعدين بتلاقوا كل الامور بتتحسن هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشتركوا في القناة